لازلنا في الحوادث الارهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا من الشرق الاوسط الى البيان الاماراتية يقول من فجر كنيستكم قتلنا مقال الكاتب رشاد ابو داود عن حادثي تفجير كنيستي طنطا والمرخصية بالاسكندرية يقول فيه الى اخوتي في طنطا والاسكندرية ضحايا التفجيرين الارهابيين في الكنيستين محمد جيرجس وطانيوس احمد ومحمد لويس دمكم دمي مصركم امي ومن فجر كنيستكم قتلنا يحاول طبعا الكاتب استخدام اسماء ذات طابع مسلم ومسيحي اشارة الى وحدة الدم المصري تابع الكاتب قائلا في وطننا العربية الان الشيطان يحض الناس على الخراب ويرسل ادباعه ليقتلوا ويفجروا في المساجد والكنائس يعيدهم بالجنة والحور العين ويغسل ادمغتهم منذ تحدى الشيطان رب العالمين بان يغوي الناس اجمعين اتخذ اشكالا عدة وارتدى اقنعة متنوعة واسماء مختلفة اسمه في هذه المرحلة داعش